بلاد الرافدين مهد البشرية الذي يقر له العالم بالأسبقية والأفضلية بمختلف مجالات الحضارة من علوم وفنون وأداب أثبت منذ القدم أنه صاحب الريادة في قيادة العالم في فترات طويلة من خلال عمق تأريخي استند على تنوع الأعراق والقوميات والديانات والمذاهب والأطياف فكان ذلك بمجمله عاملا في زيادة لوحة الفسيفساء جمالية ونظارة رئيس الجمهورية برهم صالح أكد في مناسبات كثيرة أن الإرث الحضاري للعراق والتنوع الذي يميز أبنائه يضيف الكثير إلى عوامل قوته ووحدة صفوفه الإرث الحضاري والتاريخي والتعدد الديني والقومي والمثهبي جعل من العراق على مر التاريخ منارة للتسامح والتعاون والتآخي الديني والفكري ومنطلقا لنشر الفكر والثقافة والآداب والعلوم الرئيس صالح وأثناء استقباله رؤساء الأوقاف الدينية أكد أهمية توحيد الخطاب الديني لمواجهة العنف والتطرف وضرورة تعزيز وحدة الصف بين المكونات العراقية لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وأن تنوع المجتمع العراقي يعد عنصر قوة وفاعلية لتعزيز الأواصر المجتمعية وترسيخ السلم الأهلي وصد الأفكار المتطرفة البعيدة عن توجهات مواطنيه وحضارة وادي الرافدين والتي تعد من أقدم وأعرق الحضارات الإنسانية تمثل حاجزا منيعا أمام نشوء وتنامي الأفكار المتطرفة دينيا ومذهبيا وقوميا رئيس الجمهورية أشاد بدور رجال الدين في نشر المفاهيم الدينية الصحيحة وترسيخ الوحدة الوطنية والتصدي للأفكار التكفيرية التي حاولت تنظيم داعش تسويقها وذلك عبر نشر خطاب الوسطية والاعتدال وتقبل أفكار الآخر والتوجهاته بعيدا عن التعصب الأعمى الأفكار الإرهابية السوداء لم تنجح في تغيير العراقي المعروف بطبيعته وسلوكه وفطرته المحبة للخير والشهامة والشجاعة وهي ما مكنته من تجاوز محنة الإرهاب الطارئة ليبدأ بعزم وصلابة رحلة البناء والتنمية